كل يوم بيعدي بتزيد غلاوة جامعة زويل عندي أو مدينة زويل عندي بصراحة يعني النهاردة بتعلن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن صدور قرار اعتماد عدد من برامجها الدراسية بالجامعات الدولية من هيئة الاعتماد الامريكية الدولية ABET وبكده تصبح اول جامعة اهلية وحكومية مصرية تحصل على هذا الاعتماد في برامج الهندسة والعلوم كل ده بالرغم ان مدينة وجامعة زويل انطلقت تقريبا من تسع سنين بس قامت بتخريج اربع دفعات من الهندسة وخمس دفعات من العلوم دكتور محمود عبدالربو الرئيس التنفيذي لمدينة زويل قال ان نجاح المدينة في حصولها على هذا الاعتماد يعتبر شهادة جدارة ونجاح لمنظومة التعليم والبحث العلمي في المدينة واللي تم تأسسها طبقا للمعايير الدولية وبهدف تخريج طلاب لديهم القدرة على العمل في كبريات الشركات العالمية ده بفضل جودة التعليم اللي بتتيحه مدينة وجامعة زويل دكتور محمود عبدالربو الحقيقة اثنى وثمى على جهود الدولة المصرية في دعم المدينة وده الحقيقة حصل الدولة ما سابتش مدينة زويل لوحدة وقفت جنبها جدا ودكتور محمود بطبيعة الحال بيوجه الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه اللامحدود للمدينة وتوجيهاته الدائمة بانه يتم تزليل كل العقبات اللي بتعترض طريق هذه المدينة بعد رحيل عالمنا الكبير المؤسس الدكتور احمد زويل واكد دكتور محمود عبدالربو ان الدعم ده هو اللي ساعد المدينة على الانطلاق وانها تتصدر الجامعات المصرية طبقا لتصنيف تايمز البريطانية خلي بالك انا عايز اقولك حاجة التصنيف بتاع تايمز والتصنيف بتاع كيو اس ده دول اعلى تصنيفين في العالم تصنيف مدقق ايه ما اقولكش بص عشان بوقت تبقى فهم حكاية ان احنا نتكلم على مدينة وجامعة يدوب متأسسة تقريبا تسع سنوات جامعة مثلا زي اكسفورد بقالها تقريبا اكتر من الف سنة فلما تتصدر التايمز تبقى في منافسة مثلا اكسفورد كيمبريج وهارفرد وازون وستانفورد دول الاربعة اللي بيتنفسوا طول الوقت على صدارة التصنيف الاربعة طول الوقت متنفسات احنا هنا بنتكلم على جامعة زي اكسفورد عمرها تقريبا حوالي الف سنة كيمبريج بعدها بشوية تليهم هارفرد في التاريخ ثم ستانفورد فيما بعد زي الك فلما يبقى في جامعة عمرها تسع سنين وتبدأ تحقق المستوى ده تصور احنا اكيد مش هنعيش الالف سنة ربنا يدي بقى ايه العمر للبشرية بشكل عميع عند عايزك تتصور انه بعد ميت سنة لما يبقى في عندنا الجامعة دي بتاعت زويل عمرها ميت سنة هيبقى موقعها فين لا فضلنا ماشيين كده انا هزينك من الشعر بيت لانه لما رحنا الجامعة ومدينة زويل نصور هناك انا ما كنتش متصور او متخيل او متوقع اللي انا هشوفه وهسمعه مش عارف لحكيت لكم الحدوتة دي لما رجعنا من هناك ولا لا واحنا ماشيين في الجامعة فقابلنا احد اولياء الامور ومعاه ابنه بيخلصوا بعض الاجراءات الورقية هناك هذا الابن الفاضل الحبوب جدا الشاطر جدا كان موجود وبيدرس او مع والده يعني علشان خاطر هو كان بيخلص اوراق عاوز يوديها لبلجيكا حيث يقوم بعمل درجة الدكتوراه بتاعته في واحدة من الجامعات الكبيرة اللي موجودة في بلجيكا فقلت له بس انت ملحقتش تعمل ماجستير فنزل علي الخبر ليس كالصعيقة وانما هو الغيث المطر اللي خضر الارض فخضر لي دماغي بصراحة من جوه كده قال لي لا احنا بالضبط كده احنا دي اللي هي مين خرجين زويل احنا ما بنحتاجش نعمل ماجستير احنا الشهادة بتاعتنا بتمكننا من احنا نتقدم الى البي اتش دي او الدكتوراه مباشرة يا حلاوة يا الجدعين عندنا احنا في مصر جامعة الولاد بيتخرجوا من البكالوريوس يعملوا بي اتش دي دكتوراه في جامعات كبيرة برة كده فوقت له لأ ده انت بقى انت اكيد اللي فز قال لي احنا اكتر من 30 واحد في بلجيكا بس كده ايه ده ايه ده دي حاجة جامدة اوي عشان تبقى فاها لهذا انا اشجعك دائما انك تقف جامب الجامعات بتاعتنا جامعة زويل تتلقى التبرعات روح ساعد الجامعة دي وقف معها تقف معها بتبرعك تقف معها بتطوعك تقف معها باي شكل من الاشكال عايزين نشد حلنا مع الجامعة دي لانها قاطرة احنا هنا مش بنقول انه هي جامعة زويل هي قاطرة قاطرة بتجر وراها بقيت جامعاتنا مشارعنا الاكاديمية مشارعنا البحسية يعني مش عارف اقولك ايه يا راجل الجامعة فيها مركز لصناعة المايكرو تشيبس في يوم من الايام المركز ده يغطي احتياجاتنا المحلية الرقائخ الزكية الزغنططة دي ها اللي بتيجي من تايوان اللي مغلب العالم لانه لو ما جاتش تبقى مشكلة في اي صناعة بالمناسبة ففي يوم من الايام قريب هتبقى دي ممكن توفي احتياجاتنا المحلية ويمكن في يوم تاني يا لي توفي الاحتياجات العربية ثم الافريقية ثم نلاقي نفسنا من المصنعين والمصدرين لهذا المنتج في العالم في يوم من الايام